موسيقى بمشيئة الله تعالى غدا رح ترى انخفاض حاد على درجات الحرارة ربما هذا الانخفاض سيكون واضح جدا غدا تكون درجات الحرارة الخميس هي الأقل منذ عدة أسابيع طبعا عشنا أجواء كانت نوعا ما باردة في بعض المناطق لكن في ساعة الليل لكن غدا رح ننتبه أن الأجواء جدا باردة في أغلب المناطق حتى خلال ساعات النهار رح تكون درجات الحرارة أقل من معدلات مثل هذا الوقت من العامة بين 4 إلى 6 درجات مويلة أما نحكي أن درجات الحرارة بين 4 إلى 6 درجات مويلة أقل من معدل المعدل هو 16 درجة مويلة نتوقعين غدا درجات الحرارة في العاصمة أما تكون تقريبا ما بين 10 إلى 13 درجة مويلة كسائر المحافظات نفس النسبة تقريبا يتوقع أن ضغط الزخات متفرقة من الأمطار في شمال المملكة وسط المملكة أجزاء من المناطق الشرقية إضافة إلى أجزاء من المرتفعات الجبلية الجنوبية أيضا المناطق مثل محافظة الكرك نشملها من ناحية منخفضات في المناطق الوسطى هذه الأمطار سنلاحظ أنها ستكون غزيرة على فترات ومترافقة مع حدوث العواصف الرعدية التي ربما تكون قوية أحيانا إضافة إلى ذلك لا يستبعد غدا أن تتساقط زخات من البرد من حين إلى آخر أيضا متوقع أن تكون الرياح غدا غربية إلى جنوبية غربية معتلة السرعة لكن هذه الرياح ستنشط خلال ساعات النهار ربما تصحب ببعض الهبات القوية خاصة في المناطق المفتوحة ونشاط هذه الرياح سيعمل بمشيط الله على إثارة الغبار في أغلب المناطق الصحراوية هذه الحالة الجوية التي تتأثر بها المملكة السدعية عدة تحذيرات حابين نحكي لكم عنها أول شيء خطة تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة كنتيجة لغزارة الأمطار هذه السيول متوقعة خاصة لسيمة في المناطق الشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى هناك غدا تحذير من خطر من شدة العواصف الرعدية ربما تكون قوية أحيانا ومن خطر الانزلاق على الطرقات مع بداية هطول الأمطار أو أثناء هطول الأمطار إضافة إلى أثناء أو في حال تساقط زخات البرد ولدينا تحذير من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في بعض طرق المملكة وعلى سيمة المرتفعات الجبلية منها كنتيجة للضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض والتحذير من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية والطرق الصحراوية كنتيجة للغبار والأتربة المثارة بفعل الرياح أكيد في كثير الناس يسألون عن الأسبوع القادم أن هناك تغيرات ما زلنا عند رأينا بأن الأسبوع القادم غالبا سيحمل معه موجة ثقيع وأجواء باردة نعود منذكر بأننا نتوقع شهر 12 سيكون الأبرد منذ عدة سنوات هناك أجواء ستكون باردة بشكل لافت وفي حال وجود أي تطورات أخرى سنوافق بها إن شاء الله غدا أتمنى لكم جميعا أمطار جميلة غدا كأول منخفض لهذا الموسم تابعونا دائما عبر arabiaweather.com إلى اللقاء اشتركوا في القناة